فساد وانهيار أمني وتخبط سياسي وأزمة اقتصادية في ظل نظام قمعي مستبد يجمع بين الطائفية والعمالة والأطماع الشخصية هذا حال العراق منذ نحو عقدين من الزمن منزلقا أكثر في هوية المجهول حيث تصدر كل مؤشرات الانحدار حتى أصبح الجواز العراقي في الخارج متذيلا جوازات السفر لدول العالم مؤشر الديمقراطية في قسم الأبحاث التابعة لمجموعة ذا إيكونوميست البريطانية كان قد وضع العراق في صدارة الأنظمة القمعية مستندا على غياب التعددية الحقيقية والحريات المدنية وفقر الثقافة السياسية هذا التقييم المعتمد على معطيات الأشهر الأخيرة يصنف العراق بنسق واحد مع إيران والبلدان التابعة لهيمنتها ما يكشف عن مدى تأثير إيران في بناء الأنظمة القمعية وتغذيتها وتعليمها أساليب إرهاب الشعوب وإقصائها من الحياة السياسية ويأتي هذا التقييم ليبرهن أن حالة الفوضى السياسية وكثرة الأحزاب وتأجج الصراعات بينها لا يعد حالة ديمقراطية كما تحاول الجهات الشمولية إيهام المتابعين بوجود ديمقراطية في العراق من خلال المبالغة في إنشاء التيارات والأحزاب وزجها في معترك السياسة في حين أن مرجعية هذه الأحزاب واحدة والعقلية التي تعمل بها هي ذاتها التي عمل بها حزب الدعوة أيام حكمه الأوحد في الفترات الأولى ما بعد الغزو الأمريكي حالة العراق ينطبق عليها تماما مصطلح على تسميته بديمقراطية القشور وهي حالة يعتبرها مراقبون أخطر من الشمولية المباشرة بسبب ما تخلفه من فوضى سياسية مدعومة من أطراف مسلحة ينعكس خطرها على حياة المواطنين الوعي الشعبي العراقي فقه الواقع السياسي في بلاده لذلك لخص كل المصائب بالعملية السياسية الفاسدة مطالبا برحيلها كاملة وإسقاط مظلتها الجامعة وهذا ما أجمع عليه العراقيون بأنه طريق الخلاص الوحيد